بمناسبة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان التدي نظمت جمعية جميعا مع القلب وجمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة برشيد وجمعية الأعمال الاجتماعية للصحة بشراكة مع المندوبية القيمية لوزارة الصحة والمجلس الجماعي لمدينة برشيد صباح يوم الخامسة لنومبر 2017 حملة استكشافية عند سرطان التدي والخاصة بموظفة جماعة برشيد أنا أريد أن أشكر جمعية جماعا مع القلب وكذلك جمعية موظفي البلدية برشيد اليوم كنا حملة على كشف المبكر للصرطان الموظفات المجلس البلادي والجميع اللي قاعد اللي هو وكي طب يدر واحد الكشف على السرطان يعني جمعيات بكل صراحة دروا واحد المجهود كبير أنا بدوري كرائس الجماعة كنشكرهم على هذه الاتفاة الطيبة اللي بدلوا فيها واحد المجهود وكنشكر كل من كي ساهم من قريب أو من بعيد على المشاكل الصحية دي الساكينة لأن أنا كندري تدي فيديهم لأن هاد الناس كي بحثوا وتقلبوا وتعاونوا حيث إذ واحدة مرة ما تتفق حيث لما كان شي العوين جميع كل شي مدير يدفيد ما غادش انقدروا انوصلوا شي حويش حيث إرضاء جميع الناس غياء لا تدرك ولكن مليك يكون واحد تعاون واحد المساعدات من جمعيات الجادة اللي هي كتدير برامج وكتعاون وكتساعد إذن هاد جمعيات خصهم يتعاونوا وخصنا نحن نساعدهم وإحنا يدينا فيديهم وغاد نمقاو معاونيهم ولهذا هو اللي كنبغي كنبغي الجمعيات الجادة اللي كت بمناسبة الحملة الوطنية للكشف عن سرطان التدي تنظم جمعيات الأعمال الاجتماعية لجماعة برشيد بشراكة مع جمعيات جميعا مع القلب وبتنصيق مع جمعيات الأعمال الاجتماعية للصحة والمجلس البلدية لمدينة برشيد حملة حول الكشف والتحسيس عن سرطان التدي ولقد لقيت إقبالا كبيرا من طرف الموظفين وأزواج الموظفين ولهذا نشكر كل من ساهم في هذه المبادرة وشكرا بمناسبة الحملة الوطنية للكشف المبكر عند السرطان قمنا اليوم بالحملة الثانية اللي كانت بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة برشيد وجمعية الأعمال الاجتماعية كذلك بمندوبية إقليمية لوزارة الصحة وجمعية جمعة مع القلب والمجلس الجماعي لمدينة برشيد اليوم كانت واحدة الفئة محددة بالنسبة للموظفات والموظفات بالجماعة بجماعة برشيد الحمد لله كان كان واحد سير عادي وكان واحد عدد بسيط من النساء اللي القناهم مشكوك في الأمر ديالهم رح نحلناهم على المندوبية إقليمية لوزارة الصحة بجمعية تكلفة بالدوسة ديالهم وغيكون تتبع من عند مندوبية إقليمية لوزارة الصحة ويشار أنه بنفس السياق تم خلال الأسبوع الماضي تنظيم حاملة من نفس النوع استفاد من أكثر من 140 ترجمة نانسي قنقر